ألم فاطمة أكبر من أن يوصف وذاكرتها طبع فيها فجر الزلزال الدامي عندما أيقظها ارتجاف منزلها على أصوات تحطيم ما حولها جرت فاطمة وشقيقتها الصغرى نحو أبيهما لكن شدة الزلزال تفوقت على الوقت اللازم للهروب فاطمة منحتها الحياة فرصة أخرى مع كسر في قدمها وأختها الأصغر بيان التي اختبأت في حضن أبيها لم تصب بأذى فيما أصيب الأب بكسر في الصاق لكن الأنقاض ابتلعت الأمة وطفلين آخرين فيما بقيت الطفلة الثالثة ريان في عداد المفقودين أنا دعت الأنقاض كنت أحكى مع أبوي وأسأله أنه ليش يقتصال معنا الأبو المفجوع وابنتاه في أحد مشافي إدلب البؤس ونظرات الضياع يكسوان وجه فاطمة مع رفيق قد يطول هو الصمت ربما لأن القصة التي عاشتها تحت الأنقاض من الصعب البوح بها فالقصص تحت الركام لا تقل قساوة عن تلك التي فوقه بل ربما هي أشد بأسا حنان المصري العربية